دبلوماسياً التقى وزير الخارجية فؤاد حسين بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران وسلمه دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور قمة بغداد الإقليمية المزمع عقدها في نهاية آب الجاري وقال حسين خلال لقائه برئيسي إن القمة الإقليمية حجر أساس لأمن واستقرار المنطقة وأنها ستخلق أساساً للحوار بين دول المنطقة من أجل التوصل إلى تفاهم جماعي في المنطقة بدوره وصف رئيسي القمة الإقليمية بالعمل المبارك ضيفاً أن الحوار بين دول المنطقة أساس لحل القضايا بعيداً عن تدخل الأجانب وفق تعبيره وأكيداً أن إيران كانت وما زالت حساسة وقلقة بشأن مشاكل العراق وأنها تعتبر نمو العراق وتطوره بمثابة نموها وتطورها